دوائر في الفضاء تتخذ مواقعها لإنشاء زخرفة عربية وحتى نفهم بشكل أفضل سطح الكرة الثلاثية الأبعاد في الفضاء الرباعي الأبعاد سأوضح لك كيف تملأ الفضاء بدوائر وتشكيل ما يسميه الرياضيون تلييف أخبرك أن اسمي هو هاينس كوبف وأنا من رواد مطوري التوبولوجيا خلال النصف الأول من القرن العشرين انظر إلى هذا السطح الطاري المملوء بدوائر تبدو متعانقة سأشرح لك هذا الشكل الدوائر وسطوح الكرات والطارات تعتبر من أبسط الأشكال التي يدرسها عالم في التوبولوجيا إنه يحاول إدراك الروابط الموجودة بين تلك الكائنان لقد اشتغلت في برلين وبرينستون وزيوريخ وغالبا ما يظهر اسمي أيضا في الرياضيات اليوم في نظرية بوانكاري هوف ولا متغير هوف وجبر هوف وتلييف هوف ها هي صورتي لقد نشرت اكتشافي الخاص بالتلييف في عام 1931 لكن وكالعادة ينبغي أن أقول بأنني اعتمد على عدد ممن سبقوني مثل كليفورد الذي تراه هنا والذي اشتغل في أنجلترا خلال القرن التاسع عشر لنبدأ بتقديم بعض الشروحات على السبورة البيضاء هذه المرة ماذا تشاهد؟ لعلك ستجيب بأن الأمر يتعلق بمستوى ثنائي البعد الواقع أن هذا الجواب صائب وخاطئ في آن واحد إنه مستوى ثنائي البعد لكنه مستوى ثنائي البعد عقدي أي فضاء رباعي الأبعاد حقيقي هيا قليلا من الجهد كل نقطة من المستوي يتم تحديدها بإحداثيتين غير أن كل إحداثية منهما تساوي عددا عقديا الذي كما تعلم يعين بدوره بعددين حقيقيين كل محور من المحورين يمثل مستقيما عقديا أي أن النقاط على المحورين لها إحداثية تساوي عددا عقديا ومن حسن حظنا أن هذه السبورة شبيهة باللوح السحري فهي ستساعدنا على توضيح هذه الوضعية أنت ترى هنا مثلا النقطة 2-E على المحور الأول ونفس الشيء على المحور الآخر وهو محور التراتيب هنا ترى النقطة 1-2-E على هذا المحور سبورتنا سحرية لكن سحرها لا يصل إلى حد جعلنا نشاهد المستويين في آن واحد إنهما يتقاطعان وفق مستقيم في مستوي ثلاثي الأبعاد في حين لا يتقاطعان إلا عند نقطة البدء لاحظ أن الأمر لا يتعلق في الواقع بمحورين لا غير والآن ماذا تشاهد؟ الدائرة؟ نعم ولا؟ الواقع أن ما تراه أو بالأحرى ما يجب عليك تخيله هو مجموعة نقاط الفضاء الرباعي الأبعاد التي تبعد بمسافة الوحدة عن نقطة المبدأ وبعبارة أخرى فهذه المجموعة ما هي سوى غلاف الكرة أس ثلاثة وبطبيعة الحال لا بد من التحلي بنصيب من التخيل لنرى على الأقل كيف يلتقي سطح الكرة المذكورة مع المحور الأول يلتقي سطح الكرة أس ثلاثة مع المحور الأول عند مجموعة نقاط هذا المحور التي تبعد بمسافة الوحدة عن المبدأ سترى سطح الكرة أس ثلاثة يقطع المحور الأول عند دائرة نفس الشيء نشاهده باعتبار المحور الثاني الذي يلتقي أيضا بغلاف الكرة أس ثلاثة عند دائرة وهي الدائرة ذات اللون الأزرق لكن ما هو صحيح بالنسبة للمستقيم الأفقي والمستقيم الشاقولي صحيح أيضا بالنسبة للمستقيمات الأخرى التي تمر بنقطة المبدأ هنا نرى المستقيم ذا المعادلة زاد 2 يساوي ناقص 2 زاد 1 لكننا نستطيع القيمة بنفس العملية باعتبار كل المستقيمات التي لها معادلات من الشكل زاد 2 يساوي آ زاد 1 حيث آ عدد عقدي كيفي وهكذا فغلاف كرة الوحدة أس ثلاثة في الفضاء الرباعي الأبعاد مملوء بدوائر دائرة لكل مستقيم عقدي يمر بالمبدأ في المستوي الثنائي البعد العقدي انتبه يبدو لنا في الصورة أن الدوائر الحمراء تتقاطع لكن الواقع ليس كذلك في البعد الرابع المستقيمات لا تتقاطع إلا في نقطة المبدأ ولذلك فتقاطعاتها مع غلاف كرة الوحدة لا تلتقي أبدا هذا التفكيك لغلاف الكرة إلى دوائر أنا الذي اكتشفته ومن تاريخه صار يسمى تلييف هوف لماذا التلييف؟ لأنه ينبغي أن نفكر في أمر يشبه ألياف أو خيوط النسيج سنشاهد ذلك عبر الإسقاط المجسامي لنتخيل أننا أسقطنا غلاف الكرة الثلاثة انطلاقا من القطب الشمالي على الفضاء المماسي للكرة عند قطبها الجنوبي وهو فضاءنا الثلاثي الأبعاد وها هو إذن مصغط إحدى هذه الدوائر المحصل عليها كما أسلفنا باعتبار تقاطع مستقيم عقدي مع غلاف كرة الوحدة الثلاثة لكن هناك العديد من مثل تلك الدوائر دائرة لكل مستقيم عقدي يمر بالمبدأ من أجل كل عدد عقدي A يمكن أن نعتبر المستقيم Z2 يساوي AZ1 والدائرة المرفقة به لنغير هذا العدد A وهذا يعني إدارة ذلك المستقيم حتى نشاهد تغير الدائرة لاحظ أن الدائرة تبدو أحيانا بأنها مستقيم ذلك لأن الدائرة تتمر بالقطب الشمالي لغلاف كرتنا الثلاثة لنتأمل في دائرتين من هذا القبيل في آن واحد في أسفل جهة اليسار نلاحظ أن الأمر يتعلق بعددين عقديين متحركين A أحمر وأخضر وأنت ترى الدائرة الحمراء المرافقة للنقطة الحمراء وكذلك الدائرة الخضراء المرافقة للنقطة الخضراء وأنت ترى دائرتين متماسكتين كما هو حال حلقتين من نفس السلسلة من المستحيل فصلهما دون كسرهما ترجمة نانسي قنقر ومن أجل الاستمتاع سنضع ثلاث دوائر معا انظر إلى رقصة هذه الدوائر المتعانقة دعنا نأخذ عددا كبيرا من المستقيمات العقدية بالصدفة تقريبا ونتأمل في كل هذه الدوائر في آن واحد لمجرد المشاهدة الدوائر تملأ الفضاء وهناك اثنتان منها لا تتقاطعان إنه مثال لبنية مليفة ترجمة نانسي قنقر لنمعن النظر قليلا ولنعد إلى السبورة لبعض اللحظات لننظر لدينا دائرة هوف لكل مستقيم وكل مستقيم من هذه المستقيمات له معادلة من الشكل زد اثنين يساوي آ زد واحد حيث آ عدد عقدي يمثل ميل المستقيم المجسد بالنقطة الحمراء المتجولة على المستقيم الأخضر الواقع أن المحور الشاقولي ليس له معادلة من هذا الشكل لكننا نستطيع القول بأنه ستكون من ذلك الشكل عندما يكون آ غير منتهن لكن علينا أن لا ننسى أيضا بأن آ عدد عقدي المستقيم الأخضر هو أيضا مستقيم عقدي طبعا أي مستو حقيقي لنلخص القضية المستقيمات العقدية التي تهمنا تصفها تماما نقطة من هذا المستقيم العقدي دون أن ننسى إضافة نقطة لا نهاية غير أننا رأينا أنه إذا ما أضفنا نقطة لا نهاية إلى المستقيم العقدي فإننا نحصل على غلاف الكرة أسنين المألوف يتعلق الأمر هنا مرة أخرى بالإسقاط المجسامي وهكذا فالمستقيمات العقدية التي تهمنا تصفها نقاط غلاف الكرة الأصفر غلاف الكرة أسنين الثنائي البعد ومن ثم تكون لدينا دائرة عبر كل نقطة من أسنين لكن بدل دائرة يمكن الحديث عن غلاف كرة بعده واحد أليس كذلك؟ كل هذه الدوائر تملأ غلاف الكرة أسثلاثة كل نقطة من أسثلاثة تنتمي إلى دائرة واحدة من هذه الدوائر وتعرف بذلك نقطة من أسنين وهكذا نحصل على ما يشبه مسغط غلاف الكرة أسثلاثة على غلاف الكرة أسثلاثة إنه أمر معقد أليس كذلك؟ يقول الرياضي هنا بأن فوق كل نقطة من القاعدة أسنين هناك ليف تمثله دائرة أس واحد وأن الفضاء الكلي لهذا التليف هو غلاف الكرة أسثلاثة إني جد فخور بتليفي سيما وأنه أصبح كائنا رياضيا أساسيا في الطوبولوجيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة